السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الفيديو ديال اليوم غتشوفو معايا هاد الملاقية هادي الملاقية ديال الشهدة رقيقة يعني هاد الفكرة ديال هاد الملاقية مستوحات من الخدمة ديال الشهدة الكبيرة يعني الشهدة اللي كنخدموها غتشوفو معاي في النهاي ديال الفيديو الشهدة كيفاش حتخدمناها وحتى هيا راس بقلي ووضعت ليها الفيديوهات ديالها المهم هنا عندنا يعني هاد نخدمو على اساس عندنا ثلاثة الغرزات فلاحظوا معايا ديبا غدي نضرب هنا في التوب وغدارجع نخدم بنفس الاساسيات اللي كنا كنخدمو بيهم في الشهدة يعني هاد الفراغ هاد اللي عندي هنا كبير هنا غدي نضرب ضرب اللولق يعني غريز اللولق هنجر الخيط الاعلى بهالطريقة هادي وغدارجع نضرب كذلك يعني غرزاق تانية وغدنهبط الخيط الاسفل كما قلت لكم نفس الطريقة دي الشهدة غير هادي صغيرة يعني الحجم ديالها صغير فالان نخدمو على التوب مباشرة من بعد ما تنخدمو على التوب يعني نوضعو الغرزة ديه فوق التوب هنا غدي نخلي هاد الفراغ وغدي نجيل هاد الراس ديال هاد يعني هنا غدي تلقى وحد العوينة هي اللي غدي نخدمو عليها يعني ماشي غدي نجيل نضرب مثلا مباشرة في التوب إلا غدي نرجع ضروري في هاد العين هادي عاد نضرب ضربه في التوب الآن نخدمو هاد الغريزة هادي فوق التوب وغدي نرجع هاد الفراغ يعني كيف ما درنا في الأول دربة اللولة تنطلعو الخيط الأعلى يعني هنا نجر الخيط الأعلى كنت منى أن الصوير يكون واضح لأنه أنا حاولت يعني أنا نقرب بزيف غير باش تبين الفكرة وتكون واضحة فهد الملاقية هي سهلة أنا درتها هنا في الهبطة ديال نصف طوق يعني ملي سالة نصف طوق درتها في الهبطة دياله فهنا درنا المهم دربة اللولة طلعنا الخيط الفوق دربة الثانية هبطنا الخيط التحت ورجعنا ضربنا ضربة في التوب فالآن غدي نجيل هاد العوينة هادي دي ما تنخلي هديك العين اللي كينا عندي في الوسط ما تنخدمهاش وتنجيل الفوق للراس كتلقاوه هنا وحد العين هي اللي غادي تخدموها فغادي نجيوا الهنا وغادي نخدموه كذلك ضربة في التوب دي ما في هاد العوينة الكبيرة قد ضربة اللولة تنجروا الخيط الفوق حاولوا انكم تركزوا على تجروا الخيط الفوق وتهبطوا الخيط التحت حيث مهم بزاف باش اعطينا واحد شوية ديال الفراغ وعليه باش نخدموه من بعد فالآن غدي نهبط الخيط الاسفل متنسوش اللي بغايت الراندة ديال الشهدة فغادي نوضعها ليكم في صندوق الوصف اسفل الفيديو غادي نتلقاوا الروابط ديال الفيديوهات اللي فيهم راندة ديال الشهدة المهم هنا غادي نرجع لهاد العين هادي كما قد لكم هاد العوينة فكملنا يعني دباء الآن شوفوا معايا هادية اهم حاجة فالآن لاحظوا معايا هنا عندي واحد جوج ثلاثة ربعة عندي ربعة الفراغات هادي اهم ملاحظة وهو من بعد ما تنوصلوا الربعة الفراغات غادي نبدو دباء غادي نجمعوا هاد الفراغات كاملين فالضربة اللولة تنجروا الخيط الفوق كما قد لكم في اللول عندي ثلاثة الغرزات الغرزة اللولة هي هادي خدمناها ودباء الثانية لاحظوا معايا غادي نجيل هنا يعني البدية ديال الخدمة هاديك العين الاولى اللي احنا خدمناها وغادي نجر الخيط بهالطريقة اللي كتعرف للشهدرة يعني الفكرة غادي جي واضحة وهنا غادي نزيد غرزة اخرى اللي هي الثالثة كما قد لكم الاساس ثلاثة الغرزات فيعني الان احنا اذا بكملنا هاد اللولة هنا اللي بغايت تخدم كيف ما انا خدمت يعني درت ثلاثة فيهم على خيط واحد والرابعة عمرتها يعني غلفتها كاملة كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو اللي بغا تدير بحالي تدير بحالي اللي ما بغاتش تخدمها كاملة بهالطريقة هادي كيف ما درنا الان المهم دابا شوفوا معايا كيفاش غادي نبدأ وحد اخرى جديدة يعني ديمتا راجعوا لهذه النقطة اللي عندي تم وغادي نضرب دابا في التوب المهم هنا غادي نكملوا هاد ثلاثة اللي عندي وغادي نرجعوك باش نشوف معاكم رابعة كيفاش غادي نخدموها موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة